بدل ألاف من رجال الإطفاء والجنود في كوريا الجنوبية جهودا مكثفة لإحتواء حرائق غابات التي أسفلت عن مقتل شخص واحد على الأقل وفرار أكثر من أربعة ألاف آخرين من منازهه وقالت حكومة كوريا الجنوبية أن الحرائق اندلعت في إقليم جانجون الواقعة شرق البلاد مساء الخميس وامتدت إلى مدن أخرى وبحلول صواحي الجمعة كانت قد أحرقت نحو 198 منزلا ومخزلا